اشتركوا في القناة على العموم بعد انقشاع الضباب بالنسبة لسواحل والمرتفعات الشرقية سحب عابرة بدون فعلية على شمال الصحراء والجنوب الشرقي أجواء أيضا مستقرة بالجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب لكن خلال أواخر النهر سيلتحق اضطراب جوي تدريجيا نحو منطقة الصورة والهضاب الغربية يكون مرفوق ببعض الأمطار المحلية هذه الأمطار تلتحق تدريجيا نحو السواحل الغربية خلال الليل بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب 6 درجات على كل المرتفعات والهضاب العليا 8 إلى 9 درجات بسواحل 9 درجات أيضا ببشار بجانات 10 درجات بإليزي وتمنراز 14 بأدراتيميمون وتندوف 17 بأقصى الجنوب خلال الظاهرة بحول الله الحرارة القصوى تبقى مرتفعة قبل أصول الاتراب الجوي ستقارب 22 درجة بتنمسان 21 درجة بوهران وغليزان 20 درجة بالعاصمة 23 درجة بتيزي وزو لن تتعدى 16 درجة بسكيكدا وعنبا 24 درجة منتظرة بقسنطينا 17 فقط بالبيت أما جنوبا 22 درجة منتظرة ببشار 26 بتندوف نفس المقياس بثمن رأس 29 درجة بإنسا لحة التفاعل 30 درجة بأدرار 34 درجة بأقصى الجنوب البحر سيكون من جميل إلى قليل الاتراب نحو وسواحل الشرقية تكون أكثر استمرارية نحو الهدابة الوسطى والغربية المناطق الشرقية تبقى في مأمل خلال الليل بحول الله احتمال تساقط بعض تلوج نحو القمم الوسطى والغربية للإشارة الرياح ستكون قوية على كافة المناطق الجنوبية بصحراء الوسطى لغاية شمال السحراء والجنوب الغربي وحتى على المناطق الوسطى وكذلك الغربية درجة الحرارة تعرف انخفاض خلال يوم الجمهة بالجهة الغربية تبقى مرتفعة بالمناطق الشرقية قبل أصول الاتراب الجوي خلال يوم السبت بحول الله هالأمطار ستشمل كل المناطق الشمالية تكون على فترات تحت واقع الرعود لكن ستكون أكثر استمرارية هذه المرة نحو المناطق الداخلية الشرقية ومنطقة الأوراس الرياح أيضا ستبقى قوية خلال يوم الأحد بإن الله نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم السبت تحسن في حالة السماء نحو شمال السحراء ودرجة الحرارة ستعرف طراجه على كل المناطق الشمالية حتى على شمال السحراء بالنسبة لوقت شرق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة سباحا وستة وعشرون دقيقة والغروب على الساعة السادي سمسان وستة وثلاثون دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة وإلى اللقاء